ند الكلمة التي يتفوه فيها كثير من الناس ولا يقيمون لها وزناً ولا اعتباراً تجد أنه ينطق الكلمة وكأنه لن يسأل عنها نلحظ هذا كثيراً أحياناً في الصحف الصحف غاصة في كثير من المقالات والكتابات تجد فيها إساءات تجد فيها تجريح تجد فيها إهانات تجد فيها بل ربما تصنيف الناس يدخلون الشيخ في العقائد عقائد الأشخاص الأمر امتد أيضاً إلى ما شاهدنا قبل فترة ونعيشه الآن من رسائل الجوال يعني بعض الناس ربما يا شيخ أجزم بأنه لا يعرف شيء اسمه رسائل وأصبح الآن مع هذه العروض أنت صارت تقدم مئات الرسائل يومياً وأحياناً بعضها يا شيخ ربما يكون فيه غيبة يكون فيها وأمور أخرى نريد أن نقف يا شيخ مع قيمة الكلمة أهمية هذه الكلمة وأن الإنسان سيسأل عن هذه الكلمات تفضل يا شيخ الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أمين محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد الكلمة شأنها كبير وخطرها عظيم الله تعالى احتفى بالكلمة فكان الوسيلة التي بينه وبين عباده هي الكلمة نعم فكلمة الله تعالى هي التي وصلت إلى عباده تعرف به جل في علا وتبين ما له من الكملات أيضاً تبين ما له من الحقوق على عباده نعم تبين كيف تصلح حياة الناس ومعاشهم وكيف يصلح معادهم ومآلهم الكلمة ضرب الله تعالى لها مثلاً في كتابه ليبين لنا خطورتها وعظيم مكانتها يقول الله تعالى في ما ضرب من مثل يبين فيه انقسام الكلمة إلى نوعين ألم ترى كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة هذا القسم الأول من الكلام كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين إذن هي لها ثمار فهي ضاربة في الأرض جذوراً وسامقة في السماء ارتفاعاً ومع هذا لها عطايا وهي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ثم يقول ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار خبيث لا يمكن أن يثبت ولا يمكن أن يقر حتى ولو انتفش وظهر على لابد أن يزول ولهذا لا يغري أن أحداً أن كلمته طارت بها الآفاق وسجلت في ما سارت به الصحف أو سارت به وسائل الإعلامة وما إلى ذلك هذا لا ينفع بالعكس هذا يزيد من تبعة الكلمة لأن الكلمة هي الحياة في الحقيقة الكلمة هي الروح التي تسري في الناس فتكون حياة لبعضهم وتكون موتاً لآخرين شك ولذلك الراشد العاقل هو من كانت كلماته نوراً تحيا به القلوب ونوراً تستقيم به الأحوال نوراً تصلح به دنيا الناس وتستقيم به أمورهم وأما أولئك الذين يتكلمون بالكلام لا يلقون له بالاً فهؤلاء نقول لهم أن تختاروا بين أمرين إما أن تكون كلمة طيبة زكى الله تعالى وصفها وطيبة ثمارها وأن تكون كلمة خبيثة اشتثت من فوق الأرض يبقى وزرها وإن ذهب ضررها فضررها يمكن أن يقر فأما الزبد فيذهب جفاعة وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ولهذا أقول من الضروري لكل مؤمن أن يفكر يتأمل في شأن الكلمة الله تعالى لخطورة هذه الكلمة يقول وما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الله أكلم ملكي قيدان ما يصدع الإنسان من قول وذكر القول مع أن يسجع الإنسان حتى ما يكون من أفعاله لأن القول هو من شاء العمل ولهذا يقول الله تعالى فيما يزكيه من الأعمال ويرفع إليه قال إليه يصعد الكلمة الطيبة ثم قال والعمل الصالح يرفعه لماذا أخر العمل الصالح؟ لأن العمل الصالح هو ثمرت الكلمة الطيبة وهو نتاجها فقدم ارتفاع الكلام الطيب ثم ذكر بعد ذلك العمل وما يمكن أن يكون عمل بلا قول ولهذا يقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله أجل الكلمات وأعظمها وأشرفها وأخطرها به سعادة الدنيا والآخرة لا إله إلا الله ثم قال واستغفر لذنبك إذن لابد أن نعرف قيمة هذه الكلمة وأحسنت فيما طرحت لما قلت أن الكلمة هناك من يكتف الصحف هناك من يكتف الرسال حتى لا ينحصر الفهم أن الكلمة هي تلك التي نتفوه بها إنما الكلمة قد تكون مقروعة وقد تكون مسموعة وقد تكون ملفوظة وقد تكون مسجلة وكون الإنسان لا يعرف فهذا لا يعني أنه قد غاب عن أثر هذه الكلمة وبهذا نأتي إلى أولئك الذين يكتبون من وراء الرسائل الخفية التي ترسل وتطيش في الدنيا هنا وهناك وأيضا أخطر منه ما يتعلق بالمواقع والكتابة الإنترنتية في الشبكة العنكبوتية هؤلئك الذين يكتبون بأسماء مستعارة إن خفوا عن الناس فهم لا يخفون عن الأجل في علاه ولهذا هذا الكلام لا يخرج عن قوله ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب العتيد فلا تعمل أناملك فيما تشهد عليك غدا بما يسوءك ولهذا أنا أقول يعني لقائل أن يقول أو أقول في جواب قائل يسأل يقول طيب يعني أنتم تريدون أن نصبت وأن نخيط أفواهنا عن أن نتكلم شيئا الجواب لا إنما زن ما تتكلم به انظر عاقبة ما تقوله وليكن مرشدك وليكن هاديك ودليلك فيما تتكلم به وفيما تسكت عن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في القاعدة الذهبية النبوية فيما رواه البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو الخير الصمت الصمت إذن إما أن تقول خيرا والخير إما في ذاته أو في عاقبته ومآله وإما أن تصمت ولذلك يعني إذا اشتبح عليك هل هذا الكلام حسن أو لا نحفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطقي والله تعالى أمرنا بحفظ جوارحنا عما يغضبه وأمرنا بأن نقول أحسن القول وأن نتكلم بأحسن الكلام وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ليس فقط الحسن بل هي أحسن وهو أن ينتقل إنسان من الفضيل هل يمكن أن يقدم الإنسان هل يمكن أن نقول أن هذا أحسن من هذا هذا القلم مثلا أحسن من هذا القلم دون أن أنظر وتأمل في خواص كل واحد منهما إذن الأحسن لا يوصل إليه إلا ببذل جهد والله تعالى يقول وقل لعبادي يقولوا التي أحسن فلابد أن أنظر وأتأمل هل هذا أحسن أو لا وهذا يستوجب أن نقف مع كلماتنا كون الرسائل مجانية أقول هي مجانية صح لا تظهر في الفاتورة لكنها لا تغيب عن الكتبة والحاسبين ولذلك هم سيكتبون عليك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إن كنا نستنسق ما كنتم تعملون فلذلك ينبغي المؤمن أن يحفظ نفسه وأن يتقي الله تعالى في كل شيء أنا لا تكلم عن يعني الرسائل لا مدة وتنتعي لكن أنا أتكلم عبوما أولئك الذين يكتبون في الصحف فيجرحون أو ينالون أو يشيعون فسادا أو شرا أو يدعون يعني لا يتقون الله تعالى كون هذا أبي الزاوية تخرج بيضاء لا شيء فيها ولا حرب خير لك عند الله تعالى من أن تملأ فيها ما لا ينفع الناس فكيف بما يضرهم ويشيع الشر بينهم سواء كان شرا فيما يتعلق بدنيا الناس أو كان فيما يتعلق بدينهم فالمسلم وسلم المسلمون من لسانه ويده ويده حسن الله عليكم الشيخ وبركة فيكم